في ساعة وخمسة دقائق رجعنا من جديد مستمعين الأوفياء متابعي راديو ديوانة فهم في كل مكان تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 أيضا على 91.2 في السفاقس نجمو تشاهدونا في المباشر بالصوت والصور على باج فيسبوك ديوانة فهم تقاوى البث الحي البث الرقمي لأمن الزميل العليل يحيوي كما أيضا تجمو تابعونا على سيت ويب ديوانة فهم التي تقاوى فيها آخر الأخبار وآخر المستجدات الحينية جميع تشجيلات برنامج هنا تونس بما في ذلك النسخة الخاصة بيوم الجمعة المناظرة تقاهم على الشين يوتيوب ديوانة فهم ضيوفي في الستوديو زوز مسرحيين زوز ممثلين زوز مبتعين زوز أساتذة مسرح لكنهم مهتمين بالشأن العام مهتمين بالشأن السياسي ومختلفين في تحديد الموقف والأرى في تقييم ما ماذا في أيضا تحديد ما نعيشه اليوم بعد 25 جوليا 2021 على يساري عاطف بن حسين على يميني مهذب الرميلي ونرجع لك عاطف بن حسين كنت تستمع لمهذب الرميلي اللي قال كلمة الحقيقة شدتني ربما كان فيها رسالة غير مباشرة اللي كنت لما تحدثوا أنه السياسة ما تجيش بالعواطف والسياسة والمسارات الكبرى والتحولات الكبرى تحتاج للتأمل تحتاج للتأني تحتاج للتريف واستعمل هذه العبارة في الوقت اللي أنت تساند مساندة مطلقة قيس عيدو تقولي وأنه عندي فيه ثقة كبيرة في شخص نظيف في شخص نزيه تعليق أريت قتلك أنا قبيلة في كلامي زادة قتلك أنا راني مانيش كائن سياسي معناتها مانيش متسيس أنا مانيش رجل سياسة تحسبني على لكن عندك جمهور عاطف بن حسين والجمهور يتأثر بمواقف أنا جمهوري وربما قد تكون مخطئ في مواقفك الحال أنا عندي جمهوري جمهوري الجمهور أنا نتعامل معاه بال شنقات نقدم له أنا نقدم له في جملة من الأحاسيس والعواتف أنا راس مالي كفنان هم عواتفي وأحاسيسي ومشاعري فهمت معناتها مانيش نحكي على السياسة طوى وكذا ممكن مهذب في هذا عنده ثقافة يتجاوزني فيها عنده اتلاع أكثر مني بوتاتر وكذا أنا مانيش نحكي في السياسة وعمري مانيش نحكي في السياسة هل من دور المخقف مساندة مسؤول سياسي مساندة سلطة سياسية مع عاطف بن حسين ريتك تترجعي كلمة موسان ده أنا استعملتها قبله ومبعد لكي تروحي غالط أنا أصدق هذا الرجل بمعنى أنا في معنى لو كان جيت تتابع شوية شكنت نكتب على فيسبوك معنى تدويناتك أمامي لكلها عاطف بن حسين تدويناتك أمامي لكلها أي ولا معنى تدويناتك أمامي لكلها عاطف بن حسين معنى تدويناتك أمامي لكلها عاطف بن حسين ووقف على الخطأ في التعيين هذاك وكذا هذا يسمى بالنسبة لي نقد بعدها مخي حاضر فوق مني أما كتجي تقول لي مثلا السياسة وكذا وترشنية والتوجه السياسي وكذا نقول لك هو قيس سعيد أصلا ما هوش كائن سياسي عمره ما السياسة سمعت بيه منخرت في أحزاب سمعت بيه في منخرت في جمعيات في منظمات في كذا هو أي طبعا ما هو فما زاد جانب الإنساني أحنا نحكي أنا نحب نحكي على قيس سعيد الإنسان ما نحبش نحكي على قيس سعيد أنا أنا إذا حبيت فيه حاجات سيدة ذكر أنا حبيت فيه صدقه دباره حبيت فيه الإنسان يعني أنا أكد لك لقدر الله ينجم يفشل فليعمل فيه كل أنا نولي أقرب صديق لي ما تعنينيش المسألة هذية فهمت لأني أنا ما نشكش حتى لحظة مش ما نشكش معناتها ما نخممش أصلا باش نشك في أنه هو عنده مشروع ثابت وأكيد وفيه مصلحة التوانسة وباش يسترجع به حقوق التوانسة لأني أنا قبيلة والله يا محمد صدقني أنا قبيلة كيتخنى للستوديو قريت العنوان على تصوير على لا فيش معتها لإميسيون أنا تصويرتي أنا ومهذب والسؤال كان خيس سعيد ديكتاتور أو أم منقذ أم زعيم أم منقذ أم كأنا كلمة ديكتاتور أصلا ما ترحتهاش في مخي ما نجمش نترحق أصلا لأنه شوف علش هذا السؤال عطل لأنه هذه مغالف تعتبر ما حصل انقلاب سطو على المسار الديمقراطي انحراف بالمسار الديمقراطي ما نجم تسميها لتحب بنتي ما ليش تسميها لترحفي سؤالي عطل هي ما ترحتش عند الناس عند الشعب نهار 25 جوليا ترحت عند ناس معينين اللي هم اللي هم ناس متسيسين ولا متأدلجين ولا يستقاتوا من حرية من المبادئ هذه من الحقوق اللي هم زعمة خايفين عليها وخايفين من قيس صعيد أنا تضحكني لحكاية هذه بالرسمي في تصريح نهار 3 أكتوبر لأحدى المواقع قلت أنا نتفرج في سكيتش اللي ما عاش نتفرج فيه معتها والله يا محمد عندي مدة متاع ثلاثة جمعات أربع جمعات ما عادش نتبع أصلا شنو يقوله معنتها وأحيانا العنوان نقراه في موقع من المواقع ولا كذا نتعديه من ما نفكرش فيه أصلا شوف بتاريخ 31 أفريل يظهر لي اللي فات في أفريل صارت حاجة كي من هكا معتها بداوي شكوا أنه أنا كتبت ستاتيو أنا علش قلت لك راني مانيش كائن سياسي أنا كتبت فيسا فيسا ثلاثة أسرة وقلت والله قبل أن أكون متأكدا من أن اسمي عاطف أنا متأكدا أن الرئيس قيس صعيد ليس انقلابيا ومستحيل أن يخرق الدستور ولو في فاصل واحد كما أنني متأكد من أن الرجل لا يريده سوى الخير للإنسانية جمعاه وأنا عاطف بن حسين أسانده وهذه الغلطة متاعي أصدقه لأني متأكد كذلك أنه في مواجهة عصابات المال الفاسد في كل المجالات شوف الإنسان اللي يحط بالنسبة لي ديكتاتور بسيارة شعبية ومنزل في المنيهلة وما عنده حتى كونت البرة وهو يصر في كل خطاب في كل مواجهة للشعب أنه يقول أراني أنا أنه حرية الرأي وحرية التعبير مضمونة وأنه لا مجالة للمساس وعاية للناس الكل وفسر لهم وقال لهم أنا وقتها تزرع عندي نوع من المعاتها تعرف شنوع معاتها أن الأخرين يظهروا لي ياسر إخباث فمبرشة خبث فمبرشة دهاء فمبرشة مكر لكن معارضي قيس سعيد اليوم من طيارات فكرية وسياسية مختلف أبرز معارضي قيس سعيد حملها أنا قدمته في القمحة حمل همامي وصديق عزيز جدا وهذا ما ننكروش من قبل الثورة أنا بالنسبة لنا شكونا كان عنا معانتها في الرمز من رموز المعارضة والنضال واللي تحب أنت هو حمل همامي لكن زادا حمل همامي أنا كلمته واتصلت به شخصيا ونحب نفهم من عنده المشكلة شنية بالضبط لأنه أنا لتوا منيش فهمها معانتها قتله أنا بنعود لك التليفون ويسمعني يا نجم يسمعني وكذا قتله أنا يا كامراد يا رفيق أعطيني السبب الاختلاف الجوهري اللي يخليك اليوم تعارض في رجل يعود لك في شعارات الثورة اللي شباب اليسار التونسي يخرجي نادي بها شغل حرية كرامة وطنية أنت اليوم عندك ممثل الشعب في القصر عليش قلت لك أنا رئيس جمهورية قيس سعيد أنا فسد لي التصويرها بعدها هزني للتصوير الرئيس اللي أنا نحبه اللي نحبها تصويرها هذيك فهمتني وسعت لها وحكيت مع رؤساء كانوا مترشحين وانا نعرف برشة ناس في المجال السياسي وكذا أما أنا كنت عندي حلمة في مجالي في مجال الثقافة وفي مجال كذا كنت نحب نحققها من خلالهم هما ما سمعونيش وكذا وحسيلوا اليوم عندك إنسان يحكي بلسانك يتكلم هو ممثل الشعب في قصر قرتاج اللي يفهمها هذيه تويرتاح من بعد أنت كي بيش تعارض قرارات ولا بيش تعارض حاجات ونختلف وترشنية من دون أن نهزوا الرأي العام بتاع الشعب دكتاتورية ونخوفوا معانتها في الناس من إنسان نتخبوها ثلاثة ملايين تقريبا وكان جاءت ظروف أخرى رغم أنتخبوها الناس كل الناس كل خرجت فرحانا نهار 25 جويلية أنا فما صديق ممثل نهار 25 جويلية قاعد بحذانا في القهوة اللي قاعدين فيها وقت اللي خرجت للقرارات هذيك اللي أحنا كنا نستنعوا فيها أنا معانتها متأكد منها وبالطريقة هذيك وتنقشت حتى من ناس من الأبناء المشروع وكذا وقالوا لي لا مستحيل يسير لأنه أنا نمن بالاستثناء ونمن بالأنه فما استثناءات وفما قرارات يزيبها تكون استثنائية حتى كان ما نعرش نوع فيها أما وقت اللي يبدأ إنسان في مواجهة خطر معين ما يقعدش يقول والله أنا كان ننجز في الأهوات ونمنع منه الخطر ولا كذا بش يعمل الحاجة اللي بش تمنعهم الخطر هذيك هال 24 جوليا عندنا 20 ألف إنسان توفى جراء الكورونا وأحنا كنا الدولة الأولى في العالم العربي وفي أفريقيا بعد ثلاثة جمعات وبنفس الأشخاص وقت اللي توفرت إرادة الفرد وهو كانت حبنا تناخشوا في الفرد كيفاش ضربوا الفرد في تونس نحنا تربينا حياتنا الكل تشكونوا هذيك هو تشنو هو تشكونوا محسوب فمو هكت ربينا هكت في ثقافتنا اليومية في كذا تشكونوا هو تي محسوب تي عمل ززم وسلسلات ولا ممثل تي شد نهارين رئيس جمهورية يحسب روحه وترشنو تشكون فمت وقت اللي توفرت إرادة الفرد تحولنا إلى بلد يع حقق في أرقام قياسية في نسبة الإقبال على التلقيح هذي أرقام أفهمتني هذم ناس تحب نحكيه ومعاته هذم ناس كانوا هزينة للهاوية عواتف شنية صديقي تقول لي عواتف وأحسيس ومشاعر أنا نحل الفيسبوك نهار 24 جويلية نلقى اشتر الشعب قاعد يموت وما فماش اكسيجين مش نتحبني نخمم أنا ما نعرفش نخدم موخي أنا مكان جيت نخدم موخي راني بتاتر مدير عام لذاع هذي هل هذا يبقى أنه البعض ربما قد يكون بصدد أعطاء سك على بياض لقيس سعيش مش سك على بياض قد يفهم هذا من كلم قد يفهم هذا من كلم ولا لنكسابه كرنيتشيك نحا تولي البنك أنا نحكي لك أخذلي شوف قدت لك فما قرار تعيين مؤخرا صار في مؤسس أنا كنت معارض لي وموصلت سوتي بكل الطرق اللي يلزمني نوصل به سوتي لأنه هذك دوري يعني أنه تعيين هذك بش يخرب اللي كان يخرب فيه ديجال اللي قبله وإفكتيف مو صار على رأس مؤسسة التلفزة الوطنية أنا قلت هلك التعيين اللي صار بعد قرارات 25 جولي أنا نعتبره قرار تعيين هذك قرار خاطئ 1500 في المئة لأنه أنت جي لأخذلي شوف في محاربة الفساد فما دفوا لي تحارب في الفساد سيفري كما في الإرهاب تحارب في الإرهاب سيفري أما فما منظومة وأنك تحمي روحك من الفساد اللي جاي فما تني كما هذه الورطة اللي أحنا كنا معتها لقينها السياسيين لأنهم ميحبوش يلتجيوا للثقافة واضح كنقولولهم راهوا المنظومة الفكرية منتاع الفساد والمنظومة الفكرية منتاع الدواعش ومنتاع الإرهاب راه يلزمها منظومة ثقافية وفكرية بديلة نحكيه على دور الثقافة والإعلام في المرحلة الجاية وعندك قراءة نقدية وموقف نقدية من الإعلام وعندك رؤية ثقافية أيضا ربما مهم وأنه نسمعها في علاقة بهذا المسار الجديد تعاطف بن حسين مثال نحن نعطيه الكلمة الآن نمهذب الرميلي الأحاسيس والمشاعر وساعات جوزة من الإنسان وقايس عيد اليوم فما نستصدق فيه فما نسترى فيه موقف لي الشعب التونسي الشعب التونسي اللي يتقلم برشا في العشرية الأخيرة الشعب التونسي اللي عانى خمسين سنة استبداد الشعب التونسي اللي يحب نخبة سياسية جديدة يحب سياسيين صادقين يحب سياسيين قراب منه فالمقابل نقاوك متخوف خمسة وعشرين جويلة ما عارضتوش لكن تعاملت معها بتحفظ بعد 22 سبتمبر على وجه الخصوص موقفك بداي يتغير مع ذا برميدي لأنه شوف هما على فكرة من الناس كان نحيل الشعب اللي كان يقول فيه عاطف وإذا كان عاطف يصدق سيد رئيزه مهورية فأنا وصدق عاطف من حسين أكيد حلوى النقص لكن شكرا لكن دي ما لكن قلت لي أنت فما الكلمة الانقلاب يحكيو على الانقلاب يحكيو على الانقلاب به أنا نهار 25 جوليا قلت لعلها لعلها بمعنى التحفز والتحمس والاحتراس لعلها ثورة سياسية لتصحيح مصارد ثورة شعبية بالنسبة لي أنا ريت نهار 25 جوليا هو ثورة سياسية لتصحيح مصارد ثورة شعبية خارج خارج الإطار هذية خارج الرؤية هذية ما نقبلش فجاء نهار 22 سبتمبر باش يخليني الاحترازات بتاعي تكبر وأنا ما نشمع الحديث على الانقلاب على الأقل إذا ثم انقلاب فهو انقلاب 22 سبتمبر على 25 جوليا بمعنى بمعنى أن القرارات وأنت اللي كتبت في تدوين عليك على الفيسبوك نعم ل25 جوليا لا ل22 سبتمبر بين قوسين أفهمها وألا تيت لا مش تيت ذيك كلمة قال السيد رئيس الجمهورية السابق الله يرحل فهمت به مهوري قال وقالها للإعلمي فهمت به لا بون دي لشي على الإجراءات بعض على الإجراءات هو في عبارة شهيرة للرئيس للرحل بإجراءات سبتمس فاستعرت العبارة الشهيرة من رئيس سابق الحساب من هذا برميلي في الفيسبوك كيف انقلب 22 ستمبر على 25 جويل بالنسبة لي تشوف والله راني نجم أنا لليوم وهني بش ممكن بش ننفاجأ شوية والله أنا لليوم كرأي من قيس عيد في شخصه منيش بعيد أنا على عطف عكس ما يفهم من تدويناتك ربما تشوف تدويناتي لابد أن تقرأ بعد شكلها معناها ثم شكون يفهم كم يحب شوف في تونس رو جاتلك جاتلك في تونس جاتلك جاتلك زيد معناها أنا معاش تعنيني ردود الأفعال على خطر ثم حاجات ظاهرة اللي هي منعرش ناخوانا جملة منعاطف ونحب الرجاح ضد ورجاح ضد معناها ثم كالفكر هذيك معناها كما قالك احنا متربين هكي وانتو ما اختلفتو ما اختلفتو ما اختلفتو في الفيسبوك ما اختلفتو في الأراء وفي الموار نعم اجي قولك حاجة أنا مع أطراف أخرى اللي هي أنا راه هي الخطر الحقيقي اللي موجود طواب شوف هل من بينها حركة فراشوك الرئيس لدوان تحاولها أنا لستو خاف بتاتا من سوء نية سيد الرئيس قاية الصعي ما لم ليش خاف خاف من حص نيتو آه طيبة برشة برشة تعتبرها مشكلة نية نية سيد الرئيس شوف 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 نو 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 نجي قولك حاجة الملتفين البيرح قالها البيرح قالها آآ خنقول أنا آآ الناطق الغير رسمي بتصورات قاية الصعيد آآ رذالينين قالها الملتفين يماذب الساعة صديقي برحمة والديك هذي لا لا أنا قلت بأي معنى بأي معنى الناطق غير رسمي يعني 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 يقرع أفكاره صديق الرجل ويعني رذالينين كما يحلو ما عنده حتى علاقة معناتها ما يمثل كان روحه في الشي اللي يقول فيه ولكنه نقل رو بيرح العاطف هو نقل نقل على لسان قاية صعيد هو اللي قال كما أنت تنجم تنقل على نقل وعلى فكرة الشي اللي نقل بيرح أنا رايحني إيه مثالي حتى أنا رايحني رايحني نقل صنف العباد صنف الناس طال بمعنى بي قوسين رو مش كل اللي موجود وكل من يساند بي قوسين هو يمثلني أنا يعني يعرف أنه فما فما الراكبين على الأحداث وفما شوف هل من بينهم حركة باراشوك الرئيس اللي حكيت عليها في تدوينه والله ذيك باراشوك الرئيس شوف يعني فما أنا 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 أتمنيت أو تصورت أن الحركة ذي كن عندها التصور اللي هي أنا لليوم لليوم نستنى اللي هي يقبل هذي هتلمستمعين يا رو شوف أنا لليومة لم أرد تصوري تلك الحركة اللي هي ما تنجمش تكون وحدة تخاف ثمش كوني خاف ما تنجمش يخرج في ليل واحدة ونتي تخاف بشتسمائها الحركة هذي أنا 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 ما تخافش شوف إيجو قولك حاجة تكون المقصود بحركة باراشوك الرئيس بعض الحركات الموجودة ولكن وإن كان وإن كان بالأساس حركة معي واضح كنت تفهم اللقاع واضح هل مقصود حركة الشعب هي تنجم تكون تنجم تكون في البراشوك الأول أذك شوف إيجو قولك حاجة ما وثم حزيت يا عاطف والله والله أنا مشكلتي مشكلتي مفهوميا مشكلتي في المفهيم يعني يا عاطف مشكلتي في المفهيم السيد الرئيس معناها يقول أنه هل هل مجلس هذا أو يوقف المجلس هذا بأحزابي هو وقف المجلس هو وقف المجلس خلي يقف خلي يقف إلى الجحيم أنا منيش غادي أنا لا نحكي لك شنو راو يا عاطف شوف راو إني نساندك وعلى فكرة عندي ملاحظة على حكاية المساندات هذه تنقلك عندي قراءة بشكل صريح لا ما عنديش مشكلة يعنيون الدعم التام لقيت واجب وطني هذا تعتبره ضرورة ولا مش دور الفنان أنه يساند سلط السياسي والله من المفروض هكك من المفروض هكك يعني شوف اختاني من زيبقية اختاني من مرحلة ما بين المحلتين فهنا كيف العرفيوي غنات على قائز اختاني من مرحلة ما بين المحلتين أنا مع الوضوح خاصة أن الفنان الفنان راو قائد أمه من المفروض معناها شوف راو سياسي راحل والفنان باقي يعني بالحق إذا الفنان ما يكون في الواجه شكول يكون في الواجه اليوم ولي يكون رأيك مخالف لرأيك أحترم ذلك شوف نرجو للسؤال الرئيسي كيف انقلبه 22 سبتمبر على 25 جولي وعليش تخاف من حسنية الرئيس هل من البيطانة بتاعه هل من بعض الناس اللي ركبوا على الموجة أنا مثلا في المسيرة اللي صارت نهر ثلاثة لا أعتقد وجازي أنه السيد رئيس الجمهورية موافق مثلا على حرقان الدستور تلك الشاكلة مستحيز صار 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 مش 3 أكتوبر مش 3 أكتوبر في خارجة موانتصورش كان السيد الرئيس موانتصورش كان عاطف قدامي موافق على القائمة اللي خرجت لا مستحيل طعا فلان وفلان وفلان خوانا مستحيل مستحيل معنا إيه هذا اللي يقوله أنا هذا 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 بنسبة كبيرة برشا معنا اليوم فما طوى أنا قلت على الأستاذ اللي ذا المكي قال لي قال لي حد ما هنا تقبص فما فما منه مئات الكلة طوى صفحات فيسبوك صفحة تصبح ناطقة بس مر السيد الرئيس جمهوري ومعظمها ومعظمها توسيء له معظمها توسيء له شوف فما تقول لي انت كيفش 22 سبتمبر يقلب على 25 جويلة هناك نشوف الجمع بين الصلاة بتلك الشاكلة في قبضة واحدة هذا مش في الحملة في قبضة واحدة بتلك الشاكلة طبعا من نجم كن نحتعت معناه طبعا من نجم كن نحتعت منيش نحكي على الشخص بغضل نظر قلتك منيش نحكي على الشخص يعني كيف يدفع الشخص أو دفع نفسه أو تصوراته ودفعته انه للقرارات هذيك بتلك معناها خلو نقول انا ياخي توحيد السلط معناه احنا نعرف وراه وما فهي اذي مفهموية يعني نحكيه على الديمقراطية هو التفرق بين السلط عكس الديمقراطية نحكيه يساوي الدكتاتورية هو هو توحيد السلط معناه كيفيش تقول لي انتي كيفيش تحبني انا من خافش بعض الاحداث اللي قاعدة تسير كيبا شنو وبعض الممارسات اللي صارت على بعض الاشخاص تشوف الديمقراطية الحق هو ان تدافع عن عدوك قبل ان تدافع عن صديقك رو دفعك عن صديقك هذيك من تحسين الحاصل الديمقراطية الحق هو ان تدافع عن عدوك قبل ان تدافع عن صديقك وهذا قالوا مونتسكيون اليوم هناك الكثير من المغلطات اليوم شوف اليوم ان النجم توا قدامك منكذب كذبة توا جمعة جاية تولي معرشن تولي مرجع رأوا فما مغالطات رهيبة فما أشياء رهيبة اليوم مثلا من قبيل من قبيل أنه نقول من قبيل من قبيل مثلا أنه أن يسجن بغض النظر تقول لي أنت تشوف ما هيك المشكلة هو في القناة الفلانية والقناة الفلانية تابع الحزب الفلاني ألور يستهل يودي حتى ولد السيد الفلاني اللي هو شوف أنا اليوم أرفض رفضا تامن شكو أنت حب تسميلي أرفض رفضا تامن أنه يقع الاعتداء أو ظلم عبير موسي أرفض ورفضا تامن أنه يقع الاعتداء أو ظلم راشد الغنوشي أرفض ورفضا تامن أنه يقع الاعتداء أو ظلم قيس عيد أو أحد من يعني كل الأطراف بالنسبة لي شوف موسيح للعدالة موسيح للعدالة موسيح للعدالة هو قرأ قصيدة هو قرأ قصيدة لا الحماقة بين قوسين خطأ طوه هي مساء تحك البحث ما نشوش نحكمه واحد أكيد البحث طو ينصفه لكن نحكي لك عن الرأي العام الرأي العام الذي يجرم الرجل ويخرج الكلمة هذه المحتوطة ويقول كيف يقول لسيادة رئيسة المورية كلمة هذه أو كيف القصيدة المعني بها غير الحاكم هو المحكوم المعني بالقصيدة يا أخي أرجع القصيدة في أربع جمل أرجع قرأها وتتلقاها كيفيش هو المواطن الشاعر ريقد يحلم اللي هو يجادل في الحاكم فطرق عليه الباب يعني الفكرة بتاع القصيدة أنه رجال الحاكم أو تقولين أنت الأمن يراقبون حتى أفكارنا وأحلامنا هذه الفكرة تاع القصيدة يترقون عليه الباب ويقولون له افتح يا ابن الكذا أنه في بيتك حرما كذبا يعني المقصود بابن الكذا هو الشاعر الذي يحلم مش المقصود الحاكم ويجيك مثقفين وهذه المغلطات يا عاطف هذه المغلطات أنه يجيك مثقف ثقفوت وواعي أو أعلامي أو غيره ومثقف ويقول لا حرية تعبير فيها حدود وكيفيش يوصل يتوجه لسيادة الرئيس الجمهورية إذا كانت واجل سيادة الرئيس الجمهورية بالكلمة هذيك أو غيره أنا أولوة أدينه لكن رأوا المعنى بتاع القصيد مش هذيك المعنى بتاع القصيد مش هذيك هذا يخليك تضامن مع عامر عيد ولليوم أتقول هذا يخليك تضامن مع عامر عيد أنا نتضامن شوف نتضامن مع الشيطان إن ظلمة تضامنوا مع الشيطان إن ظلمة واضح عاطف من أحساب سؤالي كالآتي خليني نجاوب مش جابه لكن من المهم نضح عليك سؤال تي رجل ثقاف ودون حرية تعبير دون مناخ من الحريات ما تجمش تبدأ وما يحصل اليوم انتكاسها في علاقة بمناخ الحريات تخوين للمعارضين سجن لأعلاميين وصحفيين استهداف لقنوات تلفزية ومؤسسات أعلامية خطها التحريري مخالف لسردية رئيس الجمهورية وأنصار هذا سؤال هذا سؤال وانت دورك مش تجاوب عليك لا لا كتقول لي قمع حريات وكذا وترشنيات مريدش أنا شوف صديقي أن يحاكم أعلامي أمام المحكمة العسكرية لا يعرف القنون يا صديقي يقول ثلب رئيس الجمهورية شخص رئيس الجمهورية فات ثلاث سنوات سجن ويتعدى على المحكمة العسكرية القائد العلى للقوات العسكرية القوات المسلحة العسكرية والمدنية رئيس الجمهورية في تونس وحسب القانون التونسي والدستور ولا تحب بنتي معناتها شنو ما لوحد يجي سبك هني قلت لك أنا النقد النقد البناء اليوم أحنا في مرحلة بناء الناس زي ما تنخرط في البناء حتى كان هي بش تنقد ولا عندها ما تقول ولا عندها كذا أنا أكد لك أنه ساعة هو ما سمعوش وما يعرفش الحكاية هذي أصلاً أنا أكد هذي لك ما حرك القضاء العسكرية ما حرك القضاء العسكرية يتحرك القضاء عنده قانون يا صديقي وهذه القناة هي مخالفة للقانون هو اللي كان يطبق القانون توشتر القنوات سكر خلينا محمد نكون أخذر لي رأي أهل الأكسيد زيل معتها هذي كذا كيكسوا الناس اللي خايفة على حرية التعبير ولا الناس يعني بالمنطق هذا لو غدوة مهذب رميلي يعمل مسرحية ينقض فيها رئيس الجمهورية يعتبر أمر موحش غد رئيس الجمهورية وبتالي يتحرك القضاء العسكري ضده وقد يحاكم حتى بالعدام لا بنفس المنطق لا 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 صديقي ما حكمش علينا بن علي بالعدام بش يحكم أي نقي الصعيد بالعدام طو معنتها احنا كنا مقموعين في عهد بن علي طو فما فنان اليوم يجي يقول انا دخلت الحبس اخذت الأفكاري في عهد بن علي يواجهنا بي يا صديقي يا محمد يهديك تعملنا مسرحيات احنا في عهد بن علي مسرحيات هنا تونسي توفيق جبالي كانت تعمل اليوم تنودخل كل الحبس من خلينا واضحين من اللعبة هذية رهي مزيفة أنا متعنيني حد شيء فما مغلطات في هذا الاتجاه اليوم فما مبالغة في التحذيرات من تهديدات قد تكون تطال مناخ الحريات والحقوق فما مبالغة يا محمد كان خلينا نجاوب تونجاوبك فما مبالغة من الجهتين فما الناس اللي يقول لك ما عمل شيء من 25 جويلة ما عمل حد شيء شنو تحبوا يعمل يدخلهم للحبس أذوكم وكذاه وفلان معناتها يعتقدوا أنه قيسس عيدة عندهم فاتح الحبس ويجي كيما أعطي ألف دينار ودخل الذاك الحبس كذاه تراشنية وفما الناس اللي يقول لك القمع والحريات وكذاه وتراشنية فما اللي يقول لك من الجهتين معناتها فما الناس اللي هما في خرج وفرحانين نهار 25 جويلة لكن فما مؤشرات يقولوا المعارضين عاطف بن حسين اللي صار مع جوهر بن مبارك كمثال هذا الأسبوع هذه جوهر بن مبارك عمل فيلم مسرحية اخي تو معقول هذا باش نصدقوا أنا معناتها ولا أنا تو انتبع معناتها شنو عمل جوهر بن مبارك تو معقول هذا صديقي استاذ قانون دستوري صديقي شخصية عامة جوهر بن مبارك يا ودي صديقي اخي ما نعرف شنو معناتها والله لتبعت هالحكاية والله قسم من بالله لتبعت من أول حوار عملتوه انتم يظهرين هنا في دواينا فهم قالوا له هذوكم المرافقين الأمنيين وشفت وجه وكيفاش الإجابة من نفهم أنا زاداش بيني من نفهمش كي يبدأ إنسان صادق ولا ما هو الصادق نفهمت أنه هو عمل كما الآخر قدام المحكمة العسكرية صديقي معتها شوف تول يوم احنا نعيش في أفلام نعيش في دراما صح عليها اللي بشي شيخ هو الإنسان اللي ياخذ ديستانس ياخذ ديستانس من المشهد هذي كل ويقعد يشوف ويتمعن ويشوف هالسراع اليوم احنا في تنبك سراع الخير والشر والشر من يمثل الخير ومن يمثل الشر كيفاش؟ من يمثل الخير ومن يمثل الشر من يمثل نفسه هو الشر ومن خافهم العقل الملوي نعتقد اللي يجيك فيه يشكون يدعي امتلاك الحقيقة ويخون الآخر ويشيطن الآخر وهذا ما يعاب على قيس عيد وانا مش قاعد يوحد في التونسة بل القاعد يقسم فيها مع عاطف بن حسين لا 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 هكي يقوله معرضي لا 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 هكي مناش موافقين شوف احنا صديقي مأساتنا في تونس والغمة اللي ركبتنا وناس اللي صدقناها مقبل وما كانوش هو احنا عانينا حياتنا كل من مبدأ التوافق هذيا والناس كله خيان وبوسخوك وكذا ومن بعد تعمل فيها اللي تحب لا لا صديقي فما اسمعني فما ألوان في الطبيعة فالأزرق أزرق والأخضر أخضر والأحمر أحمر فهمتني والشر شر والخير خير والطيب طيب والشرير شرير ماذا نجمش نوليه والناس لكل فردش كارا وميسالش وعاد شبيه وشبيه واسرق الفين مليار ميسالش طوا يرجع منهم خمسمائة مليار ويمشي يصور مسلسلاته ويقضي على الفنانين الكل ويقضي على المنتجين الكل وميسالش ماذيك الديمقراطية وهو خطر حبيث مهد برميلي يقولك تجميع السلطات في يد رجل واحد اليوم هذي نجم يهزن هذي مساء البديهية واحد مع واحد يساوي اثنين الديمقراطية مجيش بشخص يستحوذ على كل السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية السلطة القضائية السلطة التنفيذية يتحكم في كل خيوط اللعبة دون هيئة رقبية دون سلطة مضادة دون هيئات مستقلة ربما تخلق التوازن في المشهد العام وأيضا تجميع السلطات النجم يكون مفسدة لشخص هو في الأصل مش فاسد هو شخص محترم شخص نزيه لكن السلطة تفسد عاطف بن عسي لا ما تفسدش السلطة تفسد عند إنسان عادي يعني كنا بكل صراحة تفسد إنسان التماع اللي يحبي يعمل دار بالبيسين ويبدل كرهبت وكذا وترشنية لك تعمله خيص سعيد نبي يرتقي لي مرتد النبوة لهذا موش إنسان عادي خليفة الله في الأرض خيص سعيد موش إنسان عادي أنا يقول لك نتحمل مسؤوليتي موش إنسان عادي ومينجمش يكون إنسان عادي معدتها مثالش هل هي حاجة خاصة بي أنا معدتها طبعا هذا موقف طبعا هذا موقف وانتي حاضر بش ندافع على وجهة النظر هات قلت لك العلاقة متاعي بالمشهد بالمشهد لكل راي علاقة خاصة لا لاني عندي فهم معرتها كذا أنا الأمل عندي وأنا معتها كيفاش نقول شعار ولا تحب أنتي أنا بالنسبة لي قيص سعيد هو الأمل الوحيد والأخير لتونس لتونس وللشعب التونس وللشعب التونسي ومن بعد نجم نحكيه على الإنسانية جمعة مش نحكيه بعد على مشروع الكون أنتم تعتبروه قائد أممي قيص سعيد اليوم مش نختمه أيضا بشن هو الطالب قيص سعيد الآن وهنا عاطف من حسين وانت من الناس تقول نصدقه مش نسانده فقط صدقه وصدق قيص سعيد في كل شي مهذا برميلي أنتم الناس اللي عندكم احترازات تبالغوا شوية مش صحيح قيص سعيد حالين يكافح الفساد قيص سعيد يطبق القانون قيص سعيد خلص الشعب التونسي من منظومة فاسدة من برلمان عابثة بالشعب التونسي وكنا نشوفه في الكاركوز اللي نشاهدوا فيه في القناة الوطنية الأولى والثانية ينقل على المباشر كنا نشوفه أيضا في السفقات بل الانتخابات لن أتحالف مع النهضة بعد الانتخابات نقاو ديريكت تبلانجيو في أحضان النهضة كنا نشوفه من يقول لن أتحالف مع الفساد والفاسدين ثم النهضة ترتمي في أحضان ما كانت تصفه بالفاسد مش وقيت وأنه نصبره على قيص سعيد نعطيه فرصة قيص سعيد قد يكون أمل التونسي ديري شوف نعاود نقول ونوضح للمرة الألف وأن كان أنا متأكد أني واضح أنه ما نختلفوش فيما قبل 25 جوليا ما نختلفوش فيها ديري ابقى زيدا ما يجبش نخليه ديمة المحرارة المقياسة بتاعنا هو ما قبل 25 جوليا بمعنى شنوه بمعنى كما قال طيوه عاطف ولي نعاود نحيي أحساسه يا سبحان الله قال لك قال لك عاد تسيبه لكلنا أحساسه نجل كان تحييي والفنان والمتقف نجل كان تحييي لكن لكن أرجو أرجو أن لا يصبح ولهنا نستأذى من زميلي أرجو أن لا يصبح عاطف بن حسين ظاهرة ظاهرة بمعنى 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 إن شاء الله إن شاء الله ما يعدين ناش برشة عاطف بن حسين بالأحساس الجميل هذي اللي هو أحساس نبيل جدا لكن لكن فمتش تقصد عاطف هو أحساس نبيل جدا بالحق أرقى من السياسة لكن السياسة لا تداروها كذا شوف ثم بعض المصطلحات أنا نتعوى نجمحها شارعها نجمحها من ولي زي من أنا عاد نفكر أترمو في المسلا كنجمع الحملة التفسيرية على إقاعة التبشيرية وكنحمل المبعد أنه إنسان غير عادي قال لها طوى زميلي وخوي عاطف وكن معناها ومنعرش نسيت ثم زوزة ثلاثة مصطلحات أخرين يعني بالحق لعلنا لعلنا ننتظر فتحا مبينا جديد لماذا؟ بالمعنى بالمعنى هذك بالمعنى أنك إما أنت خريطة في المشروع وإلا فأنت كفر لعله شكل آخر من الأشكال التفسير خريبنا نحط لك وصوم نولينا ونوكل حذرة لا 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 بالعكس أنا خايف مكل حذرة ديك وخايف من لبيك اللهم لبيك وفتك هي إنسان غير عادي أخي أنت مهذب إنسان عادي أقل من العادي أقل من العادي أنت فنان مكش عادي مكش عادي مواتها إنسان عادي كذا خلبيزة أنت ممثل وفنان وكذا كان عادي جايش تعمل فيه إذاعة معنى تتوصل في صوتك وتناقش في موضوع إحنا ناس ماناش عاديين ماناش موش نكونوا عاديين أنا نقصد أكيك أرى إنسان موش عادي مش معنى تها بش يولي موقفي ذك مش موقفي ذا دراه هو السياسي المعلن معنى تها أنا راني نحكي اليوم بطريقة تري سبونتاني على خاطر من حبش نرد هذه المسألة معنى تها هي علاقة شخصية جدا يا أصدقائي معنى تهمني كلامة وصل الفقر من هذا خاطر نولي ظاهرة تعتاش نولي ظاهرة معنى تها نولي نلبس مثلا مريول فيه قايس سعيد من القدام وقايس سعيد من التالي ونعملو شامن كيما نجم تعويله نجم تعويله نجم تعويله عاطف بن حسين الله وحد الله وحد شوف شوف وقايس سعيد ظن الآخرون أنه العصور النادر ولكنه كان السقر الكاسر اللي هم نحظ نحظ وارجو 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 شكونا مزلت جملة قايس سعيد اعتبرته النهضة في وقت العوقات على صور النادر وروا سبونا برشرة وقتها نفس الأشخاص اللي سبونا نهرتها خطرانا نصرح أنا من العبد نصرح على فكرة أنا صرحت أني صوت لقايس سعيد ودعوت في فيديو وكل طوى موجود للخروج إلى الشارع يوم الإعلان على نتائج قلت إما للاحتفال أو للاعتصام لأنه بالحق خفت وقتها خفت من أنه يقع تلاعب الصندوق وما إلى ذلك وقت سئلت علش في الدورة ثانية سواء لقايس سعيد قلت لن بالنسبة لي الدورة ثانية ترشعله شخصا واحد يعني بش نعتيك بش قولك شنو بش مدوض حين خطرش مع مع بها قلتك هما بيدم لي سبونا في نهرتها وقتها بش نو ثم ثم منابر إعلامية روا يعني قالوا مباشرة بما معناه أنه الشعب أحمق كيف يصوت لقايس سعيد هذي تقالت راه والمنابر الإعلامية اليوم هي بيدها التي تدافعوا على قايس سعيد شوف أنا هذيكم يخوفون أنا هذيكم يخوفون فما أنا منبر الإعلامي يدافع على قايس سعيد فما على أقل لا بليست شواء مواقع لا 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 شو شو راه على فكرة يا قايس لا مشانيش معناك مشانيش سمحني ريت تلموع تلموع قريب نغرة قريب يقول لك يا قايس يا قايس شوف تأكد أنه حتى أنا توقع عدي ندافع على قايس سعيد أما الفرق بيني وبينك شكوه بشنولي أه معانش شكوه بشنولي يا قايس هاي باي أذي شكوه سعيد شوف دور جاي لا عاطف سعيد عاطف سعيد شكوه بن حسين باي عاطف بن حسين أكبر من شكوه 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 أكيد يبقى ديمة حاجت انا انا يخوفوني معنا انو يقول ايش ميه ياخي في عادة النهضة مش تشدوا في عادة من قبل 25 جويلة خاطر عادة النهضة مش تشدوا حديش انو مازمش يخيسوا هكاكها سمحني مش على خاطر في المعدة تضرب الأعلى اليوم كنضربه متسالش مش على خاطر في المعدة سارة المزيزات اليوم كنعملوا متسالش فمت يعني اللا نسلح خطأ 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 خطر هذي يقولوه سمحني خنكمل فقط الفكرة عاطف لو تسمح بسط الأمور لو تسمح فقط لو تسمح فقط مثالش عاطف اليوم 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 هاو نقول لك انا هاو نعطيك ادخل وشوف نجم الدولة اليوم مجرد انك انت تحط مثلا تقول انا راني عندي اعتراض كبير برشا على اي حاجة اي تفصيلة من التفصيلات شنو يجاوبوك ما يحللش معاك التفصيل اللي انت تحكي عليها يقولوك يا اخي يقبل كيفاش كانوا وكيفاش عاملوا يقولي عندي يقبل يا اخيانا مش نصلح الخطأ بالخطأ يعني هذي المشكلة بالنسبة لي انا 22 سبتمبر هو اصلح الخطأ بمبدئيا مؤشرات كارثة مؤشرات ان شاء الله ما تبشيش غادي ان شاء الله ما تبشيش غادي ونعاود نقول خوفي ليس من سوء نية قيس سعيد بقدر ماهم نحس النية طيب قيس سعيد والمحيطين به او بعض المحيطين في دقيقة تفاعل شوف انا سعراني ما قارنتش مرحلة متاع قيس سعيد هذه جديدة بل ما راح قلتلك منول الفكرة قلت انا راني لا اقارن ما قلتش هذا جي ضد هذا ولا هذا انا قلت هي فترة جديدة وتاريخ 25 جولي هي تاريخ استقلال تونس الثاني وبداية بناء الدولة على قواعد اخر هذا يراه راي لا نقارن بالكذا لا نقارن بترشنو ولا عندي معطيات لا تتخليني نحكي ولا تفرجت فيه البرنامج ولا الاعلامي هذي شفتو انا انبستو الامور يا مهذب فما ناس اعتدات علينا كل واعتدات علينا بالسبان وبالثلب وبالشتم وبالكذا وبالترشنية وكذا ووصلو حتى اعتداو عليه هو احنا نجمو نجابو انا مثلا انو صلت احيانا في الفيسبوك واحدي سيبني نسبو ومن بعد بشوية بشوية برتو معشنا نجاوب حتى حد اما انتي تصور انتي انتي مهذب ولا محمد ولا انا ولا صديقتنا في استوديو ولا اللي يسمو فينا واحدي يقول لك كرسي رئاسة ما جبتوش في زهاز امك والاخري يقول لك كان عندك ريح ذري عشرة والاخري يقول لك يا كذا يا محنت يا بيك يا اللي عليك هذو مرين هومشي في الحبس كلم هومشي قاية سعيد نهار ولا اعطاء اوامر ومو عنده صلت ريكل صديقي قالش نهار دخلو هذيك ارميوه في الحبس الانفرادي مثلا وعذبوه عقبوه كلم حتى حد ما كلم حتى حد ما دارب حتى حد الناس اللي ثبته واللي عملت له كاريكاتور والناس اللي اعتدت عليه وثلبته في شخصه مش راني مش نحكي على واحد قال له مثلا انت راك مستقبل ديكتاتور زعم عنده فكرة هو لا لذي ناس واحد يقول لك يجي كل كرسي رئاسة ما جبتوش في زهاز امك معنتها واحد بطريقة اخرى ونعرفه واحنا الزهاز وكذا والكلمة وترشنيه اخذوا لي يا صديقي هذيه ارانا ما يخلينيه وارحا نقارنه ونقول انا نصر الدين اسهيلي اضرب وزير بعظمه شد الحبس وقت اللي انا وزير الثقافة وقتها انا ذاك مهدي مبروكي كلمته كنت له سيد الوزير خوذها بورتوال حكاية معنتها فنانة كاية وكذا وجيبوا وعم معها تصاور وحكي انت وياه وتناقش وترشنيه اراي حاجات هذيه في الديمقراطيات العريقة صارت فهمتني ارماوها في الحبس الاخر ترشنوه قال ارماوها في الحبس اخي ماوفم ذوابت زادها في المجتمع يا صديقي وحكي وصلت الفكرة مهذب في ثلاثين ثانية لانو يزمنا نمشي التفاعلات الجمهور في ثلاثين ثانية شوف انا مش مشي معاتي في الثنية دي اكثر ممكن من يمشي فيهو هاني مش نعمل اتفاق فرضي معاك يا سيدي خلينا نجموشي نمشي معاك اكثر لدرجة انو هلي يعملوا في البعض الشي هذي باسم حملة قيس صعيد هم من الطرف الاخر ليه نفترض ليه نفترض يا سيدي خلنا نكون واضع يا سيدي جماعة النهضة وجماعة الاحزاب هذي المجمدة هي اللي تبعث في جماعة وهي اللي تتكلم باسم قيس صعيد لتصويرها اللي تشويها الصورة و بشي ظروه في شكل ديبتاتور اليس من واجبنا احنا كمثقفين يا سيدي اليس من واجب من يدعمونا قيس صعيد انهم يجيبوا على حاجات هذية ويقفوا يقولوا لا ارى هذي هذي هكا هذي لا وهذي صحيح وهذي لا يعني شو حرك دستور اكتبت عليه الطايمة متاع الخوان اكتبت عليه لا لا نحكي حتى على بعض الممارسات الاخرى نا لا صديقي ايجا ما كلك ممارسات وانتي توقس صعيك صعيك قال لacje وونيmund صعيك قلت ميتحطش كل شاي فشكرة واحدة وهالي يتحط في الصون الدستور وكل فشكرة واحدة كيفين وفصول الدستور يتحطر كل فشكرة واحدة لا دستور من ايش ناخز pus الانات الحكون احكيوا عليه الموضوع هذا على المستقبل شنو المطلوب شنوى الطالب من قيس صعيد هله الحل في الغاء الدستور حل البرلمان الذهاب الاستفتاء ذهب الانتخابات المبكرة سيناريوات عديدة تنتظرنا عاطف بن حسين مش نسمع زوز وجهة نظر بعد قليل مهاذ برميلي عاطف بن حسين لكن قبل هذي فهم جمهور يسمع فينا بالألاف والجمهور هذي من حق ويتفاعل معاكم من حقه يطرح الأسئلة تفاعلات الجمهور في برنامج هنا تونس المناظرة ترجعنا من جديد ربيب بن زيد شفنا برشة تعليقات في صفحات تواصل الاجتماعي فيها الإيجابي فيها السلبي لكن الأهم نحب نشارك الجمهور من خلال أسئلته والتفاعلاته مع كلام ضيوفنا مهاذ برميلي عاطف بن حسين كيف تفاعل الجمهور كما قلت أنت محمد دونك وعدنيه بش يكونوا تعليقات كما هي وردت على ضيوفنا لكن قبل بش نبدو بالأرى بالنسبة للأرى مثلا كلوت قال أنه كان فما المرتزقة والمتمعشين ما تحبش قيس سعيد سلمة رأى أنه الدكتاتورية تخدم البلاد واللعبات خير من الديمقراطية مزيفة برمجها الخراب والفساد والسرقة لخدمة أحزاب أتمنى أن يكون قيس سعيد دكتاتور علي قال من وقتش دستور مصنوع بدم الشعب دستور صنعوه إلا مافيات فرأي آخر مهم جدا محمد يقول كل من يشتم أو ينتقد القائد العام للكوات المسلحة مصير المحاكمة العسكرية وأول من سيحاكم هو إعلامي ديوان أفهم هذا كأصدر في التعليق هذا هو صالح يقول كل من انتخب قيس سعيد ليس بضرورة مسند لي بل من انتخبوا لأنه في المقابل نلقاه نبيل القروي علي قال كيف شعب يريد هزهل الصندوق وخلي نشوفه هذا صندوق هو وتعليق بلتورة نخنو به بالنسبة للبات قال البديل الوحيد القيس سعيد هو الجيش التونسي وحكم العسكر في الوقت الحالي الجيش لن يترك البلاد تغرق أو لن يترك السياسيين في الوقت الحالي يداميرون تونس بالنسبة للأسألة اللي نبدأ لذيوفنا نبدأ بسؤال موجه لعاطف بن حسين من محمد قال شنا وراي عاطف في الرقم مليون وثمانمائة اللي كانوا موجودين نهار 3 أكتوبر السؤال الثاني موجه للمهذب قال نحب ونعرف وراي مهذب رميلي في الإيقافات الأخيرة والمحاكمات العسكرية ذي أكثر من تعليق وأكثر من سؤال في المخصر هنا سؤاليكم وزوز من سلمة قالت من وقت جمعت المسرح تفهموا في السياسة فما شكون يقول المنظومة الفيز الداخلية للعشرية الأخيرة شكون كان يقود في القاترة متاحة أليس النداء بحكم الباجي والشهد أغلب الوزراء ما هي انتمائتهم هذي هي جل التعليقات حاولنا نخذه لماكسيموم التعليقات اللي جاءت محمد يعطيك صحة ربيب ما هذا بنبدأ بيك تفاعلاتك مع سلطة الجمهور وأرأهم شوف هو أكيد وقع انتقاء أكيد ثم برشة سبينت نحن به شوف أنا عجبتني عجبتني وأعذر أعذر من قال أنتم المسرحين من قطيش واللي تفهموا على خاطره تربع على فكر اللي احنا انفردوا انفردوا ما قال انفردوا شكوه يحكي في السياسة بالنسبة للي احنا فرهود وفرهودة قلوا متسالش إذا كان تلك حدود تفكيرك مش مشكلة نتقبلها شنو السؤال موقفي من المحاكمات العسكرية المحاكمات العسكرية بالنسبة لي المدني يحاكم أمام الخضاء المدني هذا اللي نعرفه على الأقل ما قبل 25 بعد 25 يضر لي ثم برشة مصطلحاته برشة معناها مصطلحات سياسية ومصطلحات التهم الدول ومصطلحاته مفاهيم برشة مفاهيم ديمقراطية وغيرها باش تتبدل مبدئيا أنا معارفي قديمة شوية مبدئيا معارفي أن المدني يحاسب أمام المحاكم المدنية هذا اللي نعرفه مبدئين والمشكلة يراني ديمة حتى في المحاكم العسكرية أنا مديب مازال موقعش مديب مصدرش حكم اللي كنا نحكيه عليه من كل نجم الحكم في الأخير بالرأم أنا مشكلتي في المحاكم والمشانق اللي قاعدة تنصب في وسائل التواصل الاجتماعي كما اللي أكيد ركريت منها منتي برشة ولي أخي ما طونت أنت يرى بلي فما شكون يعتبر مواقفك الأخيرة تتقاطع مع النهضة ومع الإسلاميين وكأنها دفاع على البرلمان هو تلك حدود تفكيره وبالنسبة لي هو أنا معناه أنا عندي احتراز من قائصة ما هو هذه مشكلتنا في الثنائية ريت الله يسامح الباجي قاعد السبسي ويا رحمه والله يسامحه هكا بتاع مش أنا رمهومة قعدنا فيها كاك قعدنا مش النداء النهضة وأنا وقتها قلت لا نداء لا نهضة وأنت خب من تشاء وقتها مبعديك ولا عن النهضة عبير طوى هاو عن المجلس قيس يا أخي يا أخي ما نجمش ننظره نظره شمولية للبلاد واضح عطف بن حسين تفاعلك مع سلط الجمهور أرأهم أيضا هي أنا ضحكت على شمدخلنا في السياسة احنا منا قلت ريت قلت لكراني ما نيش كان سياسي نعرف أن التعليق هذي خطر تصني ساعات تعليق شكو ويحكي على السياسة ولا بالنسبة لهم أنا ما هو الناس اللي غالب سيكم ساء معتها ما نجمش نحي تصوير تلي أنت أنا وزيرة مرة في حضور رئيس الحكومة أنا ذاك السيد الحبيب السيد قالت سامحنا سيد رئيس الحكومة أحنا عياتنا العطف بن حسين يقدم في الحفلة هذه وقتها بمناسبة للتشؤوت عيد المرأة رغم اللي أدواره ما تشرفش المرأة التونسية معناتها وقع وإجابتها بطريقة مش عنا فيها المليون وثمانية ألف يقولك الرقم هذي شو رأيك فيه اللي حكى عليه رئيس الجمهورية أرقام هذي والله لا نعرف أنا هبط أنا عاطف بن حسين انزلت وكان كان مطلوب مني حاجات أخرى بيش نعملها رأني عملتها لأني شوف أنا أرقام وليون وثمانية أنا نعرف أنه فما عشرة ملايين تونسي كانوا مستعدين يهبتوا نهارة نهار لحد ليفانا أي نعم أنا جيت من داخل البلاد معناتها تعديت مش شاب تعديت على برشة مدن وبرشة بلدان وكذا الليلة كاملة وأنا في الطريق معناتها وابتنا في كل قهوة نقاهم أحلولا نهبتوا نحكيوا مع الأعباد وكذا وقلوا لي ماشي لثلاثة أكتوبر وغدوة كذا بالعين عم ماشي شخص كجي تنجم الناس كلها هاي قالت لك أنا أنا عجبني أول كومنتار متاع 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 علش تعارض في قهي سعيد اليوم فيشنو ما اليوم انتي وقف له كشوكة وتحب بزعمه وصديقنا حمال همامي لا يهديه كله ويجي نعمل مناظرة مناظرة متاع شنو ماك عملتوا مناظرة قبل مناظرة فيشنو يا كامرات أنا نحب نسألوا السؤال هذة ونكلموا أنا مباعد بشن كله بالله مناظرة شبش تحكيوا فيها هذا السيد شنو بأي واجب أخل رأوا مسألة تجميع السلطات وكذا احنا عنا غول خايفين منو هكا زعم بن علي نظام رئاسي وبن علي وكذا وتجميع السلطات ويدخل حتى في المرشي سنترال وكذا أخذوا لي صديقي مش كل نظام رئاسي هو نظام ديكتاتوري بش نبدأ وضحين وبن علي كي كل نعلي ديكتاتور رحم منه ما لا طاقة له ولا يرحموا معنتها نظام رئاسي محافظ كذا تحب بنتي سميه مع العائلة كذا مافيوزية شوية منه ومغادي تعمق الشيء هذيك بعد الثورة وصلنا في وقت من الأوقات في دقيقة تسعين في الوقت الضائع أصلا خاطر الخراب اللي كان ينجم يلحق البلاد التونسية من 24 لو لم يتم الإنقاذ نهر 25 جميل وخرجت لعبات فرحانة مش غاظبة لتونس كانت مشهد خايب ياسر واضح مهذب نحن نختم معاك بالمستقبل كيف اشترا اللي جاي وشنو المطلوب من قيس سعيد في علاقة بالبرلمان في علاقة بالدستور في علاقة بالمصار السياسي في دقيقة لو تسمح يجيز تعليق صغير لكن تسمح تعليق صغير فقط كقراءة بالحق على فكرة أنا اليوم أزيد خفت أكثر تشوف كقراءة معناها إذا كان لا بالرسمي معناها معناها هو قدر منزل لا يمكن إلا التهليل معه سمحني عاطف كتقول لي أنت تحكيله على ابن علي الله يرحمه في كل حالات الله يرحمه طبعا كتتحكيله على ابن علي وحكاية فارغ اللي كان قبل الثورة ما صمحت شي وليش نعمل فيها الثورة حكاية فارغ وش نفس الوقت تقول لي قيس سعيد هو حامل للفكر الثوري لا لا الدكتاتورية يعاد هاي الثورة في حد ذاتها ولا تزيد عاد قادم وكي كردين على روحنا وكاو يجو نخل لك الدكتاتورية ما قلتش قلت نحمله في بن علي ما لا تاقتله ومش ما نتهر انتش بتمن علي هاني أنا مش نزبت منه حاجكي قال أنا مني الشمس بش نضوه على اندره وقال غلطوني أيضا حتى قيس سعيد ما هو الشمس راو شوف راو هذي دوليب دولة ها وقال لك الشمس لا لا نحكي لك معنا هو دوليب دولة اللي حابت يقوله انه مهما يكون مدايب شخص واحد راو هذي دوليب دولة فم نظم لتسهير دوليب دولة المطلوب من قيس سعيد الغاء الدستور حل البرلمان ذهاب لاستفتات ذهاب الانتخابات شو المطلوب في راية شوف بالنسبة هو الكلمة ذي من عرشال يشوال عند حساسية وضع خارطة طريق حقيقية مفصلة بتواريخ محددة اليوم نستنى لليوم نستنى في الحكومة ان شاء الله رب ينوب علينا بتواريخ محددة للمرحلة القادمة وقت النجم مع الغاء الدستور مع تعليق العمل بالدستور لا 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 أنا مع إعادة نظر مع تعديل مثلا على فكرة أنا من قبل أنا مثلا القانون الانتخابي أنا مع تعديل القانون الانتخابي أنا مع الانتخاب مع الأشخاص بسعال قائمات تفضل الاستفتاءة قبل لما انتخابات مبكر استفتاءة على شنو؟ على الدستور على نظام سياسي جديد على نظام انتخابي على نظام انتخابي على مشروع سياسي للرئيس قيس سعيد هذاك في الدورة القادمة إن شاء الله في الدورة الانتخابية القادمة طوى عنا يعني أعرى أنه قيس سعيد يتقدم بمشروع تعديل القانون الانتخابي للاستفتاء لأنه هذي نورمو يتبدل يتبدل بالمجلس يتبدل بالاستفتاء تعديل القانون الانتخابي ثم ندخل في انتخابات نعم أم لا مش تعاود تصوط القيس سعيد لانتخابات جاية؟ وير دا الفرضية ولمستبعدة انتي والبديل المبدئية انتي ولي معاه انتي ولي معاه إذا تعاودت بنفس التشكيلة دي كان عاود لنصوط القيس سعيد مع حل البرلمان والموضي نحو التأسيس الجديد طبعا ألف المئازد تدعو صراحة إلى حل البرلمان اكيد انا ما كنتش نعتبره موجود البرلمان إذاك ما عاتبش نبدأ نواضحين برلمان تقول لي انتي في الديموقراتيات الكبيرة يتعاركوا كذا ونجم يصير حاجات أشنع منها كي كان كلك هذوكم ناس يتعاركوا على مصالح الشعب هذا اللي شفناه تحت قبة مجلس باردو شفنا ناس يتعارك على مصالحها الخاصة وعلى أمورها اللي ما تخصناش شكرا لك عاطف بن حسين شكرا مهاذب الرميلي في الختام طبق نهاية الأسبوع بعض العنوين المختارة المستمعات والمستمعين فتح ليسير الملناخولي رواية صادرة عن دار محمد علي للنشر بعض المقترحات مهم جدا تشجعوا توانسي على أنهم يقرأوا على أنهم يفكروا على أنهم يكتبوا حمد يرديسي كتاب اللغة الفرنسية للدكتور حمد يرديسي أيضا مودي القاسومي مجتمع الثورة وما بعد الثورة فصل كامل خاص لقيس سعيد وقراءة في أنصار قيس سعيد ومشروع قيس سعيد إن شاء الله يكون بحثينا الدكتور مودي القاسومي استدعى المجتماع بالجامعة التونسية وكتاب على غاية من الأهمية ما أخذيش حظه لنقاش حول الأعلام واحد من أهم الكتابات في نسخة مترجمة نظام التفاهة ألاندونو واحد من الكتابات القيمة جدا في تفكيك النظم الأعلامية ودورها في التلاعب بالجمهور في إفساد النقاش العام وأخيرا كتاب الدكتور نزار البركوتي وحنا نحكيه على مكافحة الفساد مكافحة الفساد في القطاع العام مقاربة في تطبيق قواعد الحوكم الرشيدة تقديم العميد لهادي بن مراد أبواب للنشر هذه مجموعة من العنوين المختارة في كل أسبوع مش يكون عندكم مقترحات في ختام هذا العدد من برنامج هنا تونس المناظرة محمد اليوسف وكاميرا الفريقي سلموا عليكم انتهى الوقت عاطف بيجز فيسا فيسا أنا عندي كلمة للناس اللي تسمع فينا للشعب اللي هون ينجم يظهروا له كلامنا ما يعنيه حتى تارف وقت العمل حان يزينا نتعداول العمل ورح ونبطلو الوقفات على أمل العمل العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل يقول عاطف بن حسين شكرا مهذب شكرا رباب محمد اليوسف اتمنى لكم نهاية أسبوع موافقة للجميع في أمام